جهاز محمول جديد من اسوس موجه لقطاع الاعمال والتعليم معاكم مندر العلي وهذه معاينة جهاز الاسوس اكسبورت بوك بي ون فئة اجهزة الاكسبورت بوك تعتبر من فئة الاجهزة الاقتصادية اللي تعرف بمسمى الالترا بوك اللي تقدم اداء عالي للاعمال المكتبية واللي راح تكون جدا ممتازة للطلاب خصوصا بما تقدموا من مواصفات عالية زي ما راح نشوف نتكلم عن تصميم الجهاز او شي اللي يتبع التصميم العام لاجهزة اسوس بلون واحد كحلي جميل بسطح معدني وهيكل من الالمونيوم لتقديم افضل اداء حراري بوزن كل ما يتجاوز 1.46 كيلوغرام مع تقديم مستويات صلابة وقوة تحمل للصدمات الشاشة الموفرة مع الجهاز هي شاشة بحجم 14 بوصة بدقة 1920x1080 بيكسل من نوع الفاليو IPS بقدرة سطوع 250 نت ومعدل صحة الوان 87% للSRGB و45% لمدى الوان الNTSC ومن ناحية زوايا الرؤية فهي 178 درجة راح تكون الشاشة فيها واضحة خصوصا وانها شاشة IPS اعلى الشاشة عندنا كاميرا الويب بدقة 720 مدعومة بمستشعر الAR من اجل الدخول الامن عبر نظام الويندوز هولو وتقدم ايضا غالق من اجل تقديم اعلى مستوى خصوصية اسفل الشاشة في عندنا لوحة المفاتيح بتوزيع ممتاز كما في اجزة اسوس الاخرى وازار لوحة المفاتيح كبيرة وتقدم ايضاها خلفية بمستوى واحد وتجربت الطباعة فيها اشوف انها جدا مرضية خصوصا لما جربت اني اكتب مراجعة هذا الجهاز على لوحة المفاتيح هذه اسفل لوحة المفاتيح عندنا الماوس باد بسطح زجاجة وتقدم استجابة ممتازة خصوصا في النقل الايمن والايصر مع دعم ايماعات ويندوز بشكل ممتاز وتعمل الماوس باد هذه ايضا كلوحة مفاتيح نام باد مستغلة عشان تقدم لك مرونة اكبر في استخدام الجهاز خيرات التوصيل تشمل منفذين من نوع USB 3.2 الجيل الثاني Type-C اسفل منه منفذ HDMI 1.4 بحجم كامل ثم منفذ شبكة ثم منفذ USB 3.2 الجيل الثاني من نوع Type-A وبعده منفذ 3.5 للمايك والسماعة من الجهة المقابلة عندنا منفذ واحد اللي هو USB 2.0 ومن ناحية خيارات التوصيل اللاسلكية فالجهاز يدعم اتصال الواي فاي 6E مزدوج مع بلوتوث 5.3 يعمل جهاز الاكسبورت بوك بمعالج الانتل i7 13055 يو بتردد يوصل الى 5.1 جيجا هرتز باجمالي 10 انوية والذاكرة الموفرة بالجهاز هي بسعة 48 جيجا بايت 16 جيجا بايت منها مثبتة على الماذر بورد ويدعم الجهاز ايضا اضافة ذاكرة توصل الى 32 جيجا بايت من خلال منفذ ذاكرة واحد اما التخزين فهو بسعة 2 تيرابايت بقرص من نوع M.2 الجيل الرابع يقدمك سرعة قراءة وكتابة جدا ممتازة زي ما احنا شايفين اداء الصوتيات بالجهاز جميل جدا والصوت عالي ومقدم من خلال المكبرين السفلية بقدرة 2 واط لكل مكبر ومن ناحية الاداء الحراري فالجهاز مزود بنظام تبريد وحادي بمروحة واحدة وانبوب تبريد وحيد والاداء الحراري يعتبر جيد لكن لما ضغطت الجهاز شفت ان الحرارة تركزت نسبيا في الجزء الايمن من الكيبورد بحيث انه بلغت درجة الحرارة 49 درجة مياوية ولاحظ انه لما ضغطت الجهاز ولكن مع الاستقدام العادي كانت جدا ممتازة وبالنسبة لمستوى صوت المروحة فتقريبا يعني يا الله انك تسمعه لما رفعت سرعة المروحة على اعلى سرعة عشان احصل على افضل تبريد وخلونا نشوف مع بعض نتاج الاختبار اللي راح اعلق عليها بشكل سريع بما انه هذا الجهاز جهاز ألتر بوك فرح اختبر الاشياء اللي تكون مختصة بهذا الجهاز اول اختبار راح يكون مع برامج السينيبينش 24 وفيه قدم المعالج اداء جيد جدا في اختبار النوات الوحدة بواقع 108 نقطة و 465 نقطة باختبار الانوية المتعددة والاختبار التالي كان ايضا لاداء المعالج في برامج الCPUZ اللي قدم ايضا نتاج ممتازة باختبارين النوات الواحدة والانوية المتعددة والاختبار الثالث والاخير ببرنامج 7-Zip فيه اختبار قدرات الكمبريشن والديكمبريشن وهذا اللي تضغط المعالج بشكل كامل وحصلنا على نتيجة جدا ممتازة مع هذا المعالج الاختبار التالي مختص لمعالج الرسوميات المدمج من انتل باستخدام اداة النايت رايدر المخصصة للاجهزة المحمولة والنتيجة كانت جدا ممتازة خصوصا على العاب مكتبة DX12 اللي وصلت الاطارات فيها الى 30 اطار على دقة 1080 وننتقل الان لاختبار 3D Mark ونبدأ بالتحديد باختبار المعالج واللي راح نشوف فيه انه اعطانا نتائج جدا ممتازة لجهاز التربوك وكاختبار عملي راح نجرب لعبتين اللعبة الاولى هي Rocket League على دقة 720 بأعلى اعدادات وزي ما انتم شايفين النتيجة كانت جدا ممتازة بواقع 60 اطار وجربت برضو لعبة ثانية اللي هي Out of Line على برضو دقة 1080 وزي ما انتم شايفين عصرنا على 60 اطار فالالعاب الغير متطلبة راح يكون اداءة جدا ممتاز مع هذا المعالج اخيرا من خلال تطبيق الماي اسوس راح تقدر تتحكم بالجهاز بشكل كامل من ناحية الادارة وتعديل الاداء وتحديث التعريفات وعمل تشخيص الجهاز في حال وجود مشكلة لا سمح الله والكثير الكثير من المميزات مثل اتصال الواي فاي الذكي وخاصية اولوية تخصيص موارد النظام على حسب رغبتك كمستخدم وغيرها من الخيارات وقدرة البطارية في جهاز الاكسبورت بوك بي ون هي بقدرة 42 واط ساعة تقدم لك عمر بطارية جاوز الثلاثة ساعة بالاستخدام الاقصى واطول لما تخفض بعض الاعدادات ومن خلال شاحن 65 واط تقدر تشحل الجهاز شاحن سريع من خلال منفذ التايب سي جهاز الاسوس اكسبورت بوك بي ون واحد من الاجهزة الاقتصادية الموجهة الى قطاع الاعمال ويقدم مكانيات عالية بسعر جدا ممتاز ومن ناحية السعر ما يتوفر حاليا عندي وقت اعداد هذه المراجعة ولكن مباشر اول ما يتحدد وينزل الجهاز بشكل مباشر للبيع في السوق راح اعطلكم رابط الشراء مع رابط المواصفات في صندوق الوصف كانت هذه معينة الجهاز الاكسبورت بوك بي ون من اسوس الجديد واللي يعمل بمعالج الجيل الثاث عشر من انتل ايش رأيكم بهذا النوع من الاجهزة اللي هي اجهة الالترا موك وفي تطورها خصوصا في هداء المعالجات الرسومية المدمجة فيها شاركونا براءكم واقتراحاتكم في قسم التعليقات ودائما وابدا اذا ما كنت مشتك بقات اتمنى اشترك وتفعيل جرسة نبيات عشان يوصلكم جديدنا كان معاكم اخوكم مندر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة